في عندي ايميل مكتوب عليه البرزدنت الرئيس الايميل ده اي ايميلات بتخص الرئيس تطلع منه لتحديد دولي الايميل ده بيطلع بس انا مفيش ايميل يطلع بدون توقيعي عملوا ايه انا سفرت لندن بعد كده راح الاخ شام والموظفة المسؤولة عن القطاع الدولي بعتوا الايميل للاتحاد الدولي للملاكمة خلصوا عليك لا ما حدش ايه ده ربنا اللي بيخلص على كل انا خالد وحش انا سيوا الكلام الفاضي ده 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 دول اصل دول انا مش قولت رياضة انا بدي ده انا اللي كاتب لك حتى النظام الخدمة العامة التطوعية ايميل دكتور عبنى عمار انا سيوا الكلام الفاضي ده فانا ايه عملوا ايه يا سيدي قلبوا الدنيا رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة ميستر فو وهو رئيسا لاتحاد الاتحادات الدولية دلوقتي الاسوف بعد جواب بهدلني فيه انا لا اعلم وقال فيه كنت مسافل ليس انا كنت برا ليس وده الكمين اللي كانوا عاملينه من ضمن الكمائن اللي كانوا عاملينها للضرب في طاهر ابو زيد والضرب في عمر السعيد والضرب في فلان وفلان انا عارف وقالوا الاتي ليس حقا للجنة الالمبية المصرية التدخل في شؤون الاتحادات لا من بعيد ولا من قريب واللي انت قمت بيه ده غلط ومخالف للميساق الأولمبي وعندي هذا الجواب طب منين رئيس الاتحاد اللي جاني الأولمبية على مستوى العالم بعد هذا الجواب رئيس الأسوف وانت النهاردة بترفض على الاتحادات المصرية لوائح استرشابية حد بالك انا عندي سبع اتحادات لغاية النهاردة ماضيين هزين الأسواف يبعتوا وارفقوا بيه الخطاب اللي بعتوا ميستر فو عدم تدخل وتدخل اللجنة الأولمبية السعادة في العمالات الانتخابية ماشي وانا عايز اقول لبعض الشخصيات انت لسه صغير يا شريف وانا بعتز ليك بفكرك وشخصيات مختلف شيف العيان بلاش تلعب اللعبة اللي مصر كلها عرفتها وشكلك وحش انت وششتاوي يعني ششتاوي قاعد في الماريوت وانا بقول لك وجيبوا اللي تجبوه انا خلاص انا لاحق انا حتبريني مش موجود ما خلاص الرياضة ببقيتش موجودة كلمة انك انت خلاص انت النهاردة في خلافات ونزعات واحنا وصلنا لمرحلة ان مصر القوى النعمة لها في الخارج وانا اكتر واحد بحساء لان انا اكتر بن ادم في جمهورية مصر العربية وقف تحت العلم والسلام الجمهوري بتعزف وسائقيا ما احترامي للجميع اكتر بن ادم قد بحساء مصر طب انا عندي سؤالين ما عليش عشان ما انتوش من اللي كنا بنتكلم فيه اول سؤال خاص باللي انت قلتلي هو مش مهندس اه غير مقايد مهندس شام حطر اه طبع لا هو مش مهندس وانا بقول له بلاش مهندس هو بص ايه هو مش مهندس لما انا انا على مستوى الاعلامي لما بشوف اي مدخلات او اي حوار صحفي المهندس شام حطر لا دا انت يا ريت كلمة مهندس دي سأل انك تقولها في علم لكن تكتب على محرر طالع لمجلس شعب طالع لوزارة كاتب انجينيرينج بعيدها لي منظمات دولية دي اولا اسأل المحامي بتاعك الغلبان ده دي تعتبر اسمها تزوير معنوي ولي عقوبة حدث الوجوبي بالمستندات وده ناس كتير هتتحرك فيه الفترة الجاية كلمة المهندس وانجينيرينج وبعت لمجلس الشعب وبعت له فلان هو مش مهندس ولو هو مهندس والنبي يقول لنا انا بقول لك انت غير مقايد في نقابة المهندسين طب هعرض لحضرتك حاجة كده وتقول لي رأي حضرتك فيه تحت امرك اتفضل ايه دي ايه رأي حضرتك في الجواب ده دي ده دي دي شهادة اه شهادة من جامعة الكويت بص يا سيدي دي انتي كلية ايه الاول ايه جامعة ايه ولا مش شايف اصلا جامعة الكويت ماش جامعة كويت جامعة ايه تخصصها ايه يعني كلية العلوم فرع كامية علوم يعني طب طب تعالي بقى اولا علوم ما انتاش مهندس واحد اتنين الشهادة دي كان يجب ان يعدلها هنا في وزارة التربية والتعليم في مصر خلاص هل تموا معدلتها لا طب شكرا انا يعني طبعا احنا بنحترم كل اشخاص الاسداد الشام حطب لو حابب يدفل معنا يتفضل معندناش ادنى مشكلة دي انا ياريت دي انا اسعد بهذا ياريت ياريت والنبي انا وحشني صوته والله ما كان بيكلمني كتير ايام ما كان نائب بتاعي فانا بقول لا ديت اولا ديت كان يجب ان يكون لها معدلة هنا في مصر ثانيا دي مش شهادة هندس وانا اعلم يقينا واذا كان فيه اكتر انا بقول لك اعلم يقينا هو غير مقاولا دي علوم ما اوش هندس فكلمة مهندس ديت على فكرة كلمة انه يكتب عن المحرارات الرسمية المرسلة لمجلس الشعب او المرسلة ليه الجهات الرسمية في الدولة او جهات دولية في الخارج انجينيرينج دي راجع المحامي بتاعك دي عقوبة وجوبية حبس لانك انت دي اعتبر تزوير معناوي في القانون حرجع نرجع للقانون للقانون تعال بقى العوار بقى تاني احنا قلنا الجمعية العمومية بتاعت مجلس الشعب هي جمعية العمومية بتاعت الدولة كلها واحنا قلنا انه التدخل الحكومي في عملية التعيين والشؤون الفنية لكن من حق مجلس الشعب والدولة تحط حاجتين اساسيتين تحط نظام انتخابي للجمعات العمومية العادية والغير عادية وتحط الرقابة المالية وده تحت اشراف قضائي ده المفروض لكن اللي مايفهمش يقول عكس هدي جزء جزء التاني المهم الخطير الخطير انت بقيت قاضي وخص خلاص اولا لجانب فضل المتوفيق وفي بعض المنازعات ده ليه قانون رقم سبعة في سنة الفين تعالى في القانون بقى الجميل تضارب احنا قلنا المادة تلتة والمادة اربعة المادة اربعة بتقوله حط لاي حسر شعبية رغم من الاسوف قالك ما تحطش ومش شغلك والمادة التالتة بتقولك مش اختصاص ده اختصاص كذا خلاص تم تنصيب اللجنة الولمبية لا معلش انا مش هعدي دي فضل يعني اساسا مش من حقه اساسا لاحة السرشادية لا 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 مش حقه وما للي بيحصل في مصر لا ما دي لاحة السرشادية بتاعت الوزار لا مش لا خليب خلاص تكمل حركه وانكمل بعد شوية معلش انا هكلمك المادة عشرين تناقض قالك الجهة الادارية يعني باش مهندس خالد عب عزيز للجهة الادارية المختصة ولزي الشاء قال لجوه الى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة ستة وستين من هذا القانون خلال مدة لا تزيد عن ستين يوم ما علينا يبقى هنا قال له في المادة عشرين ان الوزارة الوزارة يعني الوزير لما ياخد قرار ويشام حطب ياخد قرار تاني ان الوزير يلجأ ليشام حطب عشان يسوه هذا الحكم طب ده وينفع ما هتقول لنا تعالي بقى لا ده انا اقول لك بقى انا احل لك الموضوع ده دستوريا المادة تلاتة وعشرين للجهة الادارية المختصة اللجوء الى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في ستة وستين في هذا اللي ابطال اي خرار يزوره مجلس دارة الاية اذا كان مخالفا لحكام هذا القانون تعالي بقى المادة ستة وستين ينشأ باللجنة الأولوبية المصرية مركز مستقل يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتولى الفصل في المنازعات ماشي ومن يرقصه رئيس اللجنة الأولمبية المصرية طب هو النبي يعني رئيس اللجنة الأولمبية لو الوزير لا لو الوزير في خصومة تعرض على رئيس اللجنة الأولمبية اللي هو رئيسها شام حطب لا تعالي بقى ده الادهة من ده كله انه فيه فيه مادة بتقول ايه كل ده مخالف للدستور كل اللي انا بقوله ده انا هقول لك النصوص اللي بتخالف كل الكلام ده كله تمام قال لك انه لو النهاردة عندنا مشكلة احنا بنديها اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية بتعين محكمين يعني تحط يب كشكول كده وتكتب فيه عشرين تلاتين واحد طبعا عشان نظام الانتخابات بتاعتي في مستشاري قضايا الدولة كاتب لي جي تلتمية واحد ومصر كلها ما فقاش عشر قضايا خلاص في هذا الجهاز يعمل ايه يحطهم وبقى يختاروا بقى ايه طبعا احنا شوية من القضا وشوية كذا انا بحي معالي المستشار ابراهيم هنيدي